ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحية الاحرار في المغرب وخارج المغرب ارجعوا الواحد المشكل اللي كانت رقع في المغرب في 1996 اللي الفاسد ما نبقاش منحاصر غير في المغرب كم تعرفوا هذه القادية هنا فش نقول لكم ان التداخل بين النظام السياسي الفرنسي والمغربي هو عميق جدا كان علاقات وطيدة جدا بين النظام المغربي ونظام الفرنسي علاش لان فرنسا تستغل المغرب فرنسا تدخل مليارات من المغرب ونظام مغربي في فرنسا حتى الآن فساد وقعها فرنسا القضاء الفرنسي einen دين اللاذ فرنسي والدولة العميقة في فرنسا. يعني الدولة العميقة في فرنسا عند مصالح في المغرب. ما يمكنش لها مثلا تجرح العواطف ديال النظام المغربي. لان ما كتبغيش يتقلق منها. لان بحال شي وحدة كي يستغلها استغلال باشع. ولكن ما كيبغيش يجرحها لانه ما زال كي يستغلها. هذا هو الدور ديال فرنسا في المغرب. الى كالذكر في 1996 ظهرات القادية ديال البنك الشعبي في فرنسا لاختي نوسة امواله من طرف المسؤولين المغاربة اللي كانوا كيرآسه البنك الشعبي في فرنسا. وهنا تقول كاسيدي لم تقتصر قضايا الفساد المالي على التراب المغربي فقط. بل ان احيان كثيرة امتدت خارج الحدود. وكانت فرصة لاضهار قوة الطيار المناهض للقضاء النازيه ولتنفذ المفسدين اذ كانت تصل اياد النافدين الى خارج المغرب كي تمنع احقاق العدالة وجر المتورطين الى ردهات المحاكم. يعني هناك تشوفوا مثلا تنفذ ديال النظام المغربي وديال الدورة العميقة حتى في المغرب كيفاش عند تأثير حتى على القضاء الفرنسي. في سنة 1996 انفجرت قضية البنك الشعبي في العاصمة الفرنسية باريس. فقد تم التوصل الى اختلاسات مالية كبيرة وتبدير الاموال فقط 30 مليون درهم. هاتشرة في ستة وتسعين. عرضوا 30 مليون درهم في ستة وتسعين. يعني را نشوفوا مثلا العملاء سنة بعد سنة كتطيح لظروف الاقتصادية العالمية كده يعني عدة اشياء. لان العملة مع مرة كتطلع ولكن دائما كتنزل ثلاثين مليون درهم في الف وتسعمية وستة وتسعين. بعد ان فتحت بعد ان فتحت تحقيق في القضية وتم التوصل الى ان الرجل المسؤول على هاد الاختلاسات هو عضل طفل عراقي. هو اللي كان مسؤول على البنك الشعبي في فرنسا. بسرعة تم القبض عليه وخرج بكافلة مالية بعد ان تدخل موظفون سامون في جهاز الدولة. سمعتوه هنا ولا ما سمعتوه. السيد حصل كي يختلس الاموال في بنك مغربي فرنسا. وتحكم بالقضاء الفرنسي. ولكن تدخلوا ناس نافدين في الدولة المغربية وخرج بكافلة. ماذا كون هما تظنوا هاد الناس اللي قد يدخلوا في المغرب للقضاء الفرنسي. باش هاد السيد اللي يختلس الاموال مغربية غادي خرج بكافلة. هاد السيد اختلس الاموال ما رجعت الاموال. يعني بحيلة تعطيته كهدية. والتحكمات عليه فرنسا ولكن خرج بكافلة بتدخل ناس نافدين في المغرب. كانت تربطهم علاقات صداقة ومنفعة متبادلة مع المتهم. هاد الناس مثلا اللي يمشى وخرروا بكافلة من 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 الحبس فرنسا. الناس كانت عندهم علاقات معها. يعني هاد السيد ماشي فاسد غير فاد غير فاد مثلا ثلاثين مليون درهم. ولكن شوفوا اش حال ديالي ملفات والقروض. يعني هاد الناس يعني هما بحال كتقول لوبي يعني لوبي مالي كيلعب باموال المغرب كيلعب بخيرات الشعب المغربي كيف مبغى. كانت تربطهم علاقات صداقة ومنفعة متبادلة مع المتهم. وسرعان ما اعلنت محكمة العدل الخاصة بعدم الاختصاص. مشيرة الى ان البنك الشعبي بفرنسا هو شركة خاضعة للقانون التجاري الفرنسي. وليست مؤسسة عمومية. يمكن القضاء المغربي ان يتضر احكامه فيها. شفتوا هناك باش تلاعبوا بالقادية. يعني رجعوا ان البنك الشعبي هو مؤسسة خاصة. وكيفما كان عارفوا ان البنك الشعبي مؤسسة. نصف خاصة لانها ما تحتدوا لك تملك منها واحد طارب. هذه كانت تلاعبوا على الـ.96. ما كانت تلاعبوا وكيفما كانت تلاعبوا على الـ.99. وليست مؤسسة عمومية يمكن القضاء المغربي ان يتضر احكامه فيها. وهو ما يتنافى مع القانون الجاري به العمل. ومع كل نماذج القضائية في العالم ولجأ نوابغ الفساد إلى الحيل قسد طي الملف إذ سرعان ما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية التي أحالت بدورها على محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص تم طي الملف تماما كما تم طمس الحديث عن الأموال التي تم اختلاسها لكن سرعان ما عاد إلى وجهة الأحداث بعد أن صافر المتهم الرئيسي في القادية التي هزت الرأي العام المغربي عبدالطيف العراقي إلى إسبانيا يعني السيد لما الفاضيحة فرقعت هرب من فرنسا ومشى الإسبانيا حيث لم يتردد الأمن الإسباني في القبض عليه بناء على مذكرة اعتقال أصدرت السلطات الأمنية الفرنسية التي وقعت جل اختلاسات فوق أراضيها فقد ألقي القبض عليه رغم صفته بطلب من السلطات الفرنسية التي فتح قداءها تحقيقا في القادية وتوصل إلى أنه مسؤول عن الاختلاسات المالية التي وقعت أعرف أن السيد من خرج بكافالة مثلا من فرنسا خرج بكافالة لأن السيد خرج بكافالة مثلا حتى توصل لمحاكمة ديالو أعطاه مثلا ذلك الوقيتها أوليو بشي بقى في الحبس كي يخلص السيد واحد مبلغ مالي وكي يخرج حتى نهار المحكمة ديالو قد تقرر وش قد يمشي للحبس مبلغ يكون براء هو في ذلك الوقيت اللي خرج بكافالة السيد علق الفرنسا من لي السيد علق فرنسا فرنسا رفعت عليه مثلا قادية بحث لتدخل فيها مثلا الأمن الإسباني وتلقي عليه القبض في إسبانيا وتوصل إلى أنه مسؤول عن الاختلاسات المالية التي وقعت وأن ذلك يضر لما حال بمصداق يتجو الأعمال فوق الأراضي الفرنسية وجاء التحرك الفرنسي بعدما تعدر على القداء المغربي النظر في الملف وبعدما تبين للفرنسيين أن سمعت قدائهم على المحك خاصة أن الأمر يتعلق بأموال أجنبية على أراضيهم فرنسا كانت تغطي على القدية القداء الفرنسي كان يغطي على القدية ولكن خاف على رأسه أن القدية تفضح في أوروبا وتفضح في العالم أشنقال قديات اختلاسات أموال اللي وقعت فوق الأراضي الفرنسية يعني خصوية الدخل وهنا فش قد يدخل القداء الفرنسي بعد تحقيقات ومداولات ومرافعة ماراتونية حكم القداء الفرنسي على عبدالطيف العراقي بعد أن تبات تورطه في قدية الإختلاس المالي من المؤسسة بالسجن الموقوف التنفيذ على خلفية تهمة سوء تدبير فرع البنك الشعبي بباريس سمعته هنا يا سيد تحكم تحكم عليه بالسجن الموقوف التنفيذ وهنا فش كتبا لكم مثلا تدخل الجهات النافذة المغربية وخصكم تعرفوا ما هي الجهات النافذة المغربية اللي قد تدخل باش قد يتخرج واحد سيد اللي اختلس أموال فوق أراضي واحد دولة اللي ديمقراطية والقضاء ديال المستقيل وكتأمن بالديمقراطية وكتأمن بالعادلة 30 مليون درهم فوق الأراضي الفرنسية ولكن حكم عليه بالسجن الموقوف التنفيذ بقدر ما شكل الحكم صدمق لأوساط الحقوقيين الناشطين ضد الفساد المالي بقدر ما كان الأمر سابق في تاريخ القضاء الفرنسي إذ لم يصبق للقضاء الفرنسي أن حكم في قضايا سوء التدبير أو الاختلاس المالي بأحكام موقوفة التنفيذ لأول مرة في تاريخ فرنسا أنهم يحكم الأوحد السيد لاختلس الأموال بحكم موقوف التنفيذ كانت سابقة في فرنسا لكن الاستثناء حدث وخرج عبدالطيف العراقي كما خرج قبله العشرات من المسؤولين من قضايا اختلاس وصرقة أموال عامة تورطوا فيها بسلام يعني اختلاس الأموال في المغرب من طرف رئاس من طرف يعني كبار الرؤوس ديال المافيا في المغرب اللي هما مسؤولين مغاربا اللي هما مرتابطين بالنظام اللي هما مرتابطين بالجهات النافذة هذي الناس كلهم كيوقع لهم ولو أموال عامة تورطوا فيها بسلام رجعو هنا القضية الأخرة ديال القرض العقاري والسياحي اللي مشيت منه 15 مليار درهم إلي كتذكروا القضية ديال الصياش للتختال منها 15 مليار درهم التي يقول قضية الصياش التي يتابع فالقياد الاتحادي خالد علي وبتهم تتعلق بسوء التسيير واستغلال موارد البنك لقضاء أغراض شخصية كانت هناك قضية أخرى مشابهة بالبنك نفسه المتورطون فيها كانوا أكثر جرأة وأكثر طمعا من أموال المال العام المدعى وهي قضية الصياش كنت تذكر هذه القضية لأن الفساد في المغرب لا يوجد جديد أو هذه النهاية الفساد في المغرب اختلاص الأموال العام قديم وهو كين دابا ويقعد مستقبلا في هذا النظام لا يستغير هذه القضية لأنه يستفيد من المختلصين لأن كلما كانوا مختلصين كبار كلما كانوا فاسدين كثار يكون مرتاح يكون متحكم فيهم ما يمكن يكون واحد من نظام فاسد ويكون يخدم معه ناس نزاهة هذا لا يمكن أبدا وهي الفضيحة التي تبت تورط أسماء كبيرة فيها اختلصت أموال باهضة من البنك عبر قروض كبيرة دون ضمانات كما هو معروف في مجال تسليم القروض وتصوروا كيف الناس في المغرب يأخذوا قروض بدون ضمانات تصوروا ما هو هذا الانسان غير فكرة مع دماغ ما هو الشخص الذي سيذهب للصياش وحد البنك الكبير وخصص تعرفوا ما هو الناس الذين يهتم بقطاع العاق في المغرب وما هو الناس الذين لديهم الجرأة و السلطة لتسليم للبنك السياش ويأخذ قروض بدون ضمانات فكرة لا سأخذ لكم مشكور ولكن كما هو معروف في مجلة تسليم القروض لكن بالرغم من ذلك تم تقديم أكباش فداء صغيرة كانت تنفذ الأوامر وش كل يرى هذه القادية يرى ذلك الموظفين الذين كانوا ينفذ الأوامر ليس الناس الذين قرروا الذين ينفذوا على الملفات لا ذلك الناس الذين كانوا تصيدوا في الوقت الذي ظلت فيه الحيتان الكبيرة التي التهمت أموال طائلة من منأة عن المحاسبة بالرغم من تسميتها بأسمائها في مجرية التحقيق ففي عام 2001 انفجرت فضيحة اختلاسات البنك القرد العقاري والسياحي بعدما تشكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وهو دريس الشجر حققت في تدبير البنك في فترات الممتدة بين 2005 و2000 وتوصلت إلى حقائق كاريتية وصادمة ولكن موقع والو داروا نجنة التحقيق من نجنة 2005 و1985 حتى 2000 لقاوا يعني شي حويج لكاريتية لقاوا مثلا فساد كاريتي ولكن موقع تشيح بعدما داولت حقيقة ماراطون يتبين فيما بعد أنها لم تموت الجوهر القادية ولم تضع الأصب على مكمل الاختلاث وقفل الملف سنة 2007 بعدما حكم على المتهم الرئيسي مليز زين الزاهدي بعشرين سنة سجن النافذة و13 شخص بمدد سجنية متفاوتة تراوحت بين خمس سنوات سجن النافذة وسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ حكم على المدير العام السابق الذي كان في حالة فرار لا يعرف الكثيرون كيف تمت كيف تمت في جلح الظلام بعشرين سنة سجنا فيما تحولت الأحكام الصادرة في حق المتابعين الماتلين أمام المحكمة إلى أحكام غير نافذة صور واحد سيد تحكم عشرين سنة أخوه المغريب هرم كدر لها واش كتف كروز عمه هنا واش بغيتكم بغيتكم وغير تشهموا معي هذا الشيء اللي كي وقع في المغريب يعني شغل ما في هذا جوهر القادية هي المبالغ الضائعة من بنك السياش والتي بلغت خمسة عشر مليارد لم تسترجع بالرغم من أن أسماء وازنة استفادت من قروض ضخمة من البنك ضلت خارج دائرة المسائلة وهنا هي المشكل اللي وقعها شنو هي المشكل اللي وقعها دو كناش اللي اخذوا القروض ما تجبدوش في الميلة ما تجبدوش الأسامي ديالهم يعني يعني لأسماء ديالهم تلوت في المغرب ما يمكنش شكونهم الناس لتسمية ديالهم ما يمكنش تلوت في المغرب يلا وخمنوا معايا في حديثه لالجريدة يقر أحد أعضاء اللجنة أن بعض الأسماء من المتهمين كانوا مرتاحي البال أثناء محاكمتهم كانوا هادئين أمام تهم تقيلة لأنهم كانوا يعلمون أنهم محميون من طرف أسماء نفداء استفادت من أموال البنك عبر قروض كبيرة دون ضمانات إلى الخارج أطلق تصريحات صحفية تتهموا أسماء نافدة في الدولة بدفعه إلى إعطاء قروض دون ضمانات حقيقية كما تنص على ذلك النصوص القانونية أجربي العمل انتهت وصول محاكمة دون تحقق دون تحقيق أي شيء لأن الأحكام كانت موقفة التنفيذ والمتهم الرئيسي فر خارج البلد واستقر بالديار الفرنسية دون أن يعمد المغرب إلى إصدار مذكرة إيقاف دولية في حقه كما هو شائع ومعروف ودعب هذا السيد اللي كان محكوم عليه وهرب الفرنسا فرنسا اللي كانت تعال مع المغرب والمغرب ما قدرت ترفع عليه دعوة باش يرجع وقال وقال يشكونا هذا الإنسان وشكونا غادي يكون منور هذا الإنسان وشكونا غادي يكون حمي هذا الإنسان وبالرغم من أن المتهم الرئيسي في خارجات خارجاته الإعلامية كشف عن الأسماء التي استفادت من القروض والتدخلات التي كانت تتم لصالحها وكيف كانت تتم إلا أنه تم تقديم موظف صغار قد تكون مسؤوليتهم ثابتة في الأمر لكنهم كانوا ينفيدون الأوامر وظلت الأسماء التي استفادت من القروض ونهبت الصندوق بعيدة حتى عن التحقيق إما لحساسية مسؤوليتها مسؤوليتها في دوارب الدولة أو لوزنها الحزبي كان الأمل لدى المتتبعي للملف هو أن تسترجع بعض الأموال على الأقل دون الزج بالمسؤولين الخلف القطبان لكن لا شيء من ذلك تحقق لا مال أرجع ولا مسؤول حسيبه لينتهي الملف كما انتهى عشرة الملفات التي سابقته وبالسيناريو نفسه تقريبا ضجة كبيرة ونهاية باردة لا تتناسب مع ارتكاب مع من ارتكب من اختلاصات المال العام وهي القضية ديال وزراء الحسن الثاني اللي كانوا طلبوا رشوة من عند من امريكان باش يتبنى واحد الفندوق في كازابلونكا هاد القاضيين هدروا على فيديو الاخر ان شاء الله وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة